السلام عليكم معكم سلم غساء من قناة بوكون دي كرافت اليوم سأتحدث عن قصة ممالك الأربعة من تأليف راغ دوموي ممالك الكتاب حييا ستشوفوا هون صورة الكتاب او هون صورة الكتاب لانه انا رجعته على المكتبة وهنا ستعمل رائع مراجعة خليني نكمل هون من تأليف راغ دوموي ومن دار السمير وتقريبا 240 صفحة وفي صور تتكلم قصة عن مملكة تحيط بها ثلاثة ممالك تحيط بها ثلاثة ممالك وكل مملكة يبحث عن نبتة تدعى النفلة الرباعية وهي نفلة لها أربعة وراغ بالعادة يكونوا ثلاثة ونادي وجود نفلة لها أربعة وراغ فكل الممالك تبحث عن هذه فبيجي فتاة يبحث عنها يترى هل سيجدها وإن وجدها؟ هل سيتسبب بمشكلة أم سيجلب الفخر إلى عائلته؟ كما قالت هي من تأليف رال الضمير ومدار السمير وتقريبا 240 صفحة وفي رسومات جوال رسومات يعني ما شعالها في نهاية القصة لعبة شدة لأن الشدة لها يعني دور في القصة لكنهم يسمونها لعبة الكبة الشخصيات الفتاة التي سيبحث عنها بطل القصة وفي عجوز يرافقوا هذا العجوز يقولون أنه غريب الأطوار وهو غريب الأطوار ومش مؤمن بوجود نفلة الرباعية ويجب أن يخترع واحدة كما كان هو غريب الأطوار وهو يعني شخصيتين الرئيسيتين يعني هم الشخصية الرئيسية العجوز بس يعني بيجي كثير يعني ما شهادة وفي الأرباع الأرباع يعني الرؤساء الممالك أرباع يعني ملوك الممالك وحسنت أن القصة بتعلمنا أنه يعني ما نستسلم وفي أمل وفي لكل مشكلة حال في مرة شوفت على قناة بك وفي كل مشكلة اختراع ولا تنسوا تعمل لايك وشير وسبسكراي مع السلامة